انطلقت اليوم اجتماعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة نحو 150 رئيس الدولة وحكومة للمرة الأولى حضوريا بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا ويلقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتاريش الخطابة الافتتاحية لدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة وهي تبحر عبر منكم زاعة نفسهما في إطار مبادرة شاملة غير مسبوقة تستهدف توريد المزيد من الأغذية والأسمدة من أوكرانيا وروسيا وتوفير إمدادات الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها إلى من يحتاجونها وتهدئة أسواق السلع الأساسية وتأمين المحاصيل في المستقبل وخفض الأسعار لصالح المستهلكين في كل مكان فلقد اتفقت أوكرانيا والاتحاد الروسي بدعم من تركيا على تحقيق هذا الإنجاز على الرغم من التعقيدات الهائلة وعلى الرغم من الممانعين لبل وعلى الرغم من جحيم الحرب وقد يقول قائل إن هذا الإنجاز معجزة انشق لها البحر لكنه في الواقع إنجاز تم بفضل العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف فلقد فتحت مبادرة البحر الأسود للحبوب الطريقة أمام الملاحة الآمنة لعشرات السفن المحملة بالإمدادات الغذائية التي تمس الحاجة إليها لكن كل سفينة منها هي محملة أيضا بسلعة من أندر السلعة في الوقت الراهن ألا وهي الأمل أصحاب السعادة نحن في حاجة لهذا الأمل لبل أكثر من ذلك نحن في حاجة إلى العمل علينا الآن أن نتصد على وجه السرعة لأزمة سوق الأسمدة العالمية في سعينا إلى التخفيف من حدة أزمة الغذاء العالمية والعالم لديه غلال العام الجاري ما يكفي من الأغذية إذ أن المشكلة المطروحة هي مشكلة توزيع هذه الأغذية ولكن إن لم يتحقق الاستقرار في سوق الأسمدة فقد تكون المشكلة المطروحة في العام المقبل مشكلة إمدادات غذائية نفسها ولقد وردت علينا بالفعل تقارير عن نجوء مزارعين في منطقة غرب أفريقيا أو غيرها إلى زرع محاصيل بكميات أقل بسبب أسعار الأسمدة وعدم توفرها لذا من الأهمية بمكان المضي في إزالة العقبات المتبقية التي تعترض تصدير الأسمدة الروسية ومكوناتها بما في ذلك الأمونيا فهذه المنتجات غير خاضعة للجزاءات ويجري الآن إحراز تقدم في إزالة الأثار غير المباشرة ويتمثل أحد شواغل الرئيسية الأخرى في تأثير أسعار الغاز المرتفعة على إنتاج الأسمدة النتروجينية لذا يجب التصدي لهذه المسألة بالجدية المطلوبة ذلك أن عدم اتخاذ أي إجراء الآن سيحول النقص العالمي في الأسمدة بسرعة إلى نقص عالمي في الأغذية أصحاب السعادة نحن بحاجة إلى العمل على جميع الجبهات ولندعي الأوهام جانبا فنحن بالفعل وسط بحر هائج ويلوح في الأفق شتاء يعمه السخط على المستوى العالمي وتستعر أزمة تكلفة المعيشة وتتهاوى أسس الثقة وتشتد مظاهر عدم المساواة بشكل صارخ ويحترق كوكبنا ويعاني الناس الأمرين علما أن الفئات الأكثر ضعفا هي أشدها معاناة ويتعرض ميثاق الأمم المتحدة وما يجسده من مثل عليا لخطر محدق ويقع على عاتقنا واجب العمل من أجل مواجهة هذا الواقع ولكننا نتخبط مع ذلك في مأزق الاختلال الوظيفي العالمي الهائل وليس لمجتمع الدولي الاستعداد ولا الإرادة لمواجهة تحديات عصنا الكبرى والهائلة وتهدد هذه الأزمات مستقبل البشرية ذاته ومصير كوكبنا أزمات مثل حرب الجارية في أوكرانيا أو تناسل النزاعات في جميع أنحاء العالم ومثل حالة الطوارئ المناخية وفقدان التنوع البيولوجي ومثل الوضع المالي المترد للبلدان النامية ومآل أهداف التنمية المستدامة ومثل الافتقار إلى حواجز واقية تحيط بالتكنولوجيات الجديدة الواعدة الهادفة لعلاج الأمراض وربط الاتصال بين الناس وتوسيع الفرص المتاحة وبالفعل تم في غضون الفترة التي شغلت خلالها منصب الأمين العام تطوير أداة لتعديل الجينات وشهد ميدان التكنولوجيا العصبية الذي يربط التكنولوجيا بالجهاز العصبي البشري انتقالا من مرحلة الأفكار إلى مرحلة إثبات جاه والمفهوم وأضحت العملات المشفرة وتكنولوجية الكتل المتسلسلة الأخرى شائعة ولكن تبرز في خضم طائفة عريضة من التكنولوجيات الجديدة علامات شتى تنذر بالخطر حيث أن منصة التواصل الاجتماعي القائمة على نموذج العمل التجاري يستغل مشاعر الاستياء والغضب والنزعة السلبية كمصدر يدر الأموال تتسبب في إلحاق أضرار لا توصف بالجماعات والمجتمعات وينتشر خطاب الكراهية والإعلام المظلل وسوء المعاملة مع استهداف النساء والفئات الضعيفة بشكل خاص وتباع بياناتنا وتشترى من أجل التأثير على سلوكنا بينما أصبحت برامج التجسس الحاسوب والترصد خارج السيطرة وكل ذلك دونما أي اعتبار للخصوصية ويعرض الذكاء الاصطناعي سلامة نظم المعلومات وسائل الأعلام الخطر بل يعرض ديمقراطية نفسها للخطر ويمكن أن تؤدي الحوسبة الكمية إلى تدمير الأمن السيبراني وزيادة خطر حدوث أعطال في الأنظمة المعقدة وليست لدينا ولو نواة هيكل عالمي للتصدي لأي من هذه المخاطر أصحاب السعادة إن إحراز التقدم على صعيد جميع هذه المجسائل وغيرها يوجد رهينة للتوترات الجيوسياسية فعالمنا في خطر ومصاب بالشلط وتسبب الانقسامات الجيوسياسية في تقويض عمل مجلس الأمن وتقويض القانون الدولي وتقويض ثقة الناس في المؤسسات الديمقراطية وإيمانهم بها وتقويض جميع أشكال التعاون الدولي والمؤكد أننا لا يمكن أن نظل على حالنا هذا وحتى المجموعات المختلفة التي أنشأها بعض أعضاء المجتمع الدولي خارج النظام المتعدد الأطراف وقعت في فخ الانقسامات الجيوسياسية كمجموعة العشرين وكانت تبدو العلاقات الدولية في مرحلة من المراحل متجهة صوب عالم من تتزعمه مجموعة البلدين الاثنين أما الآن فيحتمل أن يؤول الأمر في النهاية إلى عدم وجود أي مجموعة فلا تعاون ولا حوار ولا عملا جماعيا من أجل حل المشاكل ولكن الحقيقة هي أننا نعيش في عالم لا سبيل فيه إلى المضي قدما إلا باتباع منطق التعاون والحوار فلا يمكن لأي قوة أو مجموعة أن تقرر بمفردها ما يجب القيام به ولا يمكن تسوية أي من التحديات العالمية الكبرى من قبل تحالف للراغبين في ذلك فقط إننا بحاجة لتحالف العالم برمته أصحاب السعادة أود اليوم أن أرسم الخطوط العريضة لثلاثة مجالات يجب فيها على التحالف العالمي أن يتجاوز الانقسامات على وجه السرعة وأن يعمل يد في نياد ويتعلق الأمر بداية بالمهمية الأساسية المسادة إلى الأمم المتحدة وهي إرساء السلام والحفاظ عليه ويظل اهتمام العالم مركزا في معظمه على الغزو الروسي لأوكرانيا فاتسببت هذه الحرب في دمار وسع النطاق في ظل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتبعث أحدث التقارير الواردة بشأن مواقع الدفن في إيزيوم على القلق البالغ